اعلان جمال بالماضي استقلته من تدريب المنتخب الجزائري غير مأسوف عليه هو واحد هو مش واحد من جمال بالماضي يتحمل وحده مسئولية ما حدث للمنتخب الجزائري وتلاعب بجماهير الجزائر على مدار اربع سنوات كاملة منذ طبعا الفوز بطولة امم افريقيا في 2019 لم يراعي جمال بالماضي انه بيتولى تدريب منتخب كبير جدا هو منتخب الجزائر اصر على التشكيلة اللي اعتمد عليها خلال الخمس سنوات الماضية ولم يضمنا اي لاعب من الشباب واكتفى كمدرب ليس له طموح وهي دي مشكلة بعض المدربين العرب اكتفى بالبطولة الوحيدة اللي خدها في 2019 خمس سنوات للمنتخب الجزائري لم يحقق فيها اي انجاز جديد لم يتواصل وخلي بالك ايه الفرق ما بين حسن شحاته وكل اللي جيه بعديه من وراءها سهل انك توصل للقمة لكن صعب جدا بل من المستحيل انك انت تحافظ عليها وبالتالي مش معنى انك انت كسبت بطولة مرة واحدة بطولة افريقيا تفتكر ان انت عملت اللي ما يتعملش لا اتعلم من حسن شحاته حسن شحاته يعلم مش يعلم المدربين في افريقيا ولا يعلم المدربين في الدول العربية لا حسن شحاته يعلم المدربين في العالم بتجربته مع منتخب مصر في 2006 و2008 و2010 وهي الاستمرارية اللي لم يصل اليها اي مدرب افريقي او عربي قبله وبالتالي جمال بالماضي ما صدقش ان هو بيدرب منتخب كبير جدا جدا بحجم المنتخب الجزائري واكتفى بطولة ام افريقيا اللي اقيمت هنا في القاهرة في 2019 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر